قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الانتربول بزيارة إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية حيث استقبله أشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة واطلع رئيس منظمة الانتربول والوفد المرافق خلال الزيارة على أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وما حققه من نجاحات وانجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بتأهيل المزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماج المستفيدين من المحكومة عليهم تدريجيا في المجتمع وشاد لواء الدكتور الرئيسي بما أنجزته مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة وبحصول برنامج السجون المفتوحة على الاعتمادية الأمريكية من قبل ACA وكون البحرين أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على الاعتمادية كما قام رئيس منظمة الانتربول بزيارة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيث كان في استقباله العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة واطلع خلالها على أهم الأعمال والمبادرات التي حققتها إدارة الشؤون الدولية والانتربول والتقدم الذي حرزته والتعرف على أحدث الأنظمة والبرامج الأمنية النوعية التي قامت الإدارة بتتشينها مؤخرا والتي ساهمت بشكل كبير في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحتها